اعزائي المشاهدين مشاهدي ومتابعي تلفزيون بصراحة اهلا ومرحبا بكم معكم محمد عبدالعزيز من محافظة الاسماعيلية وبالتحديد من مكتب الاستاذ احمد الجويش محامي المجني عليها والتي راحت ضحية الغدر وضحية قتل العمد من على يد احد جيرانها والشهير بابراهيم انبابا ابن منطقة ابو عيادة بمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية والتي بعد ان كانت منذ ثمان شهور بالتحديد في الرابع من اغسطس الماضي كانت جريمة القتل في منطقة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية وبعد ثمان شهور عقدت اولى الجلسات القانونية والقضائية امس بمحكمة التل الكبير والتي اجلت الى اتنين وعشرين اربعة المقبل مع الاستاذ احمد الجويش المحامي بالنقد بمحافظة الاسماعيلية ولقاءنا يتجدد معه للحديث على احداث ومجريات القضية اهلا بك احمد بي اهلا بك احمد ومنورنا الموقع ومنورنا في مكتبنا متواضع ومعليش بس محمد الاستيناف محمد الاستيناف العالي ومحاكم الجنات في مجلس الان اهلا بك احمد محمد اهلا بك احمد محافظة الاسماعيلية اكلمنا على القضية وعايزين نحكي سريعا احداث القضية التل الكبير بص والله انا اولا بتشرف بوجودكم معنا الاعلام المصري محترم والموقع المحترم اه اللي بينيل دايما الحقيقة وانا مش اول مرة سجل مع حضراتكم سجلنا قبل كده ويه دايما بتنقلوا الحقيقة ودايما مع الحق الحق ده مع المجل عليهم مع الحق الحق ده مع المتهم مع الحق اه القضية برضو هشلنا اللي حابب يتبعها هنقول برضو راكم القضية دي قضية قتل مشهورة في التل الكبير منظورة امام القضاء المصري العادل امام محكمة جنات التل الكبير وهي الجناية رقم 6806 لسنة 2023 جنات التل الكبير والمخيضة برقم 2330 لسنة 2023 جنات كل الاسم عليهم والمتهم فيها المتهم ابراهيم محمد ابراهيم محمود والمجنعية فيها جيهان احمد موسى ووراست المتوفرحة مولاها هم المدعين بالحق المدني انا محامي المدعي بالحق المدني احمد الجوش المحامي جلسة قد تم احالة المتهم الى محكمة جنات التل الكبير وانعخرت اولى جلساتها يوم 16-03-2024 رويل واحد ثم تمت اجيل القضية في اول جلسة اللي دار اول جلسة والاحداث برضو حابت تابع الاحداث احنا المدعي بالحق المدني وهناك ايضا فريق من الدفاع متطوع ايضا وانا حاضر بصفة موكل عن المدعين الحق المدني حضرنا امام محكم الجتل الكبير وابدينا بعض الطلبات ايضا في الدعوة وادعينا تعويض مدني مؤقت وحضر محامي طبعا اول جلسة دي من حق كل طرف يودي طلباته وكل طرف من حقه يدافع عن موقف موكله فمحامي الزميل المحترم حضر عن المتهم طلب اجل الاستعداد والاستضاع باعتبر انها اول جلسة فاجلت المحكمة طبعا حضر عديد من الصحفين للقضية دي يا فندم فعلا الجريمة ولما نقول لها نتطرق لبعض حدثها دي الجريمة دي هزت مركزي التالي الكبير والصين نظرا لبشاعة واقعة الختل ونظرا لطريقة وبشاعة طريقة القتل ليه فندم لان اولا يعني هناك وصية دينية ووصية عرفية بالجيران اما بقى جار لسيدة من الطبيعي حفظ جار من الطبيعي زي ما احنا بنقول يعني الناس لبعضها او من الحقوق دايما حق المسلم على المسلم دي حفظ حقوق الجار وإكرام الجار فلما تأتي الجريمة من الجار هنا تكمن بشاعة لما تأتي بقى وقت القتل بقى نفسها الزمان يعني بشاعة الزمان وهو بشاعة توقيت الجريمة في الزمان اما الزمان فهو مقدس وهو وقت صلاة الجمعة فبشاعة ان تكون الجريمة ينتظر الجاني ويترصد لذلك هنقول القتل العمد ده مع سبق الترصد وهنا ننتقل الى سبق الاسرار ايضا سبق الترصد انه انتظر عدة ضغائق قبل كده كان يحوم حول البيت وكان ينتظر وايضا سمع من الهاتف المحمول انه هناك فلوس جمعية يبقى هنا كمنت في ذاته انه نقوم بالقتل ثم الصرق ثم انه ترصد في المكان حرير الازال الثاني ثم دخل المنزل النهاردة لما تقتل بعد الطعنات وانا هقول حضرتك بالنص بقى اعتراف المتهم ليه؟ لاننا امام جريمة امام جريمة فيها اعتراف المتهم ولما قلنك الاعتراف ده بطريقة بقى بيدعو بيدعو الى الاعتراف ان هناك صدق اصرار لما يأتي في الصحيفة اربعين على واحد وخمسين تحقيقات اعتراف المتهم وما الذي دار في خاطرك في هذه الاسناء دول كده ده نص التحقيقات من ضمن الاجابة وقلت لازم ما يبقاش فيها نفس هنا صدق اصرار على خطل عم علشان ما حدش يحس بيا علشان كده قررت ان خلص عليها خالص علشان كده قررت ان خلص عليها خالص وتأكد ان هي ما فيهاش اي نفس يبقى دي كده في الصحيفة اربعين على واحد وخمسين ايضا انتقل مع حضرتك في اقواله ايضا بيثبت بشعة الجريمة وبيثبت صدق الاصرار الصحيفة ستة واربين على سبعة وخمسين في تحقيقات النيابة في الاقرار واعتراف وما هي تلك الافعال اللي انت عملتها من ضمن الاجابات عشان برضو بشكل مختصر من الوقت حضرتكم لما لقيتها لسه صحية شدتها من كتفها ناحية الحمام وخبطها في الاول اللي قالت صحية علشان اخبطها في سن بتاع العتبة يخبط رأسها في عتبة وروح تمسك رأسها وخبطها تلات مرات لانا اتخيل تلك البشعة وكانت لسه مفقلتش الوعي فلما شرفها لسه مفقلتش الوعي بس رأسها كانت فتحة وساعتها أنا كنت جنب المطبخ على طول شوف حضرتك بقى قدلي مهمة عندي الجزء ده في قل من دقيقة لمحت انبوبة قدامي وكان عليها مفتاح مفتاح انبوبة غاس وكان عليها مفتاح الانبوبة الحديد فمسكتوا ومسك مفتاح انبوبة وخبطتها تلات خبطات في وشها انا بقى قول لحضرتك دعتي نص اعترافه وبعدها رحت رامل مفتاح الارض دخلت المطبخ ادور على سكينة ما زال الجاني مصر على جرمته طول ما فيهاش نفس انا بجيب بقى اداة واثنين وثلاثة وإلى ان اتأكد ان تم توقع القتل هذا هو صدق الاصرار رحت رامل مفتاح الارض وبعدها دخلت المطبخ ادور على سكينة علشان كان لسه فيها نفس كان لسه فيها نفس فتحت اول درج ناحية البوتجاز على يمين لقيت سكينة المقبض بتاعه دونه اصفر رحت واخدها ورايح على الله يرحمها وعي كده كانت نيمة على جبهها والجلابية مرفوعة لغاية رجلها وضربتها كذا ضربة وضربتها كذا ضربة على دهرها بس ما جاتش شوف بقى حضرتك والسكينة التنت رحت ترفع الجلابية لغاية صدرها رحت ضربها في جسمها ضربة وهي دي اللي عدت قتلتها رحت ترامل سكينة ورايا وقعد في المطبخ بعد ده كله بقى يقول ايه برضو النفس كان لسه فيها يا الله وانا كنت خايف عشان هي عرفاني هتصوت هتلم الناس بعدها رحت مسك الانبوبة نفسها بقى مش مفتعة الانبوبة عشان كانت فاضية وخبطتها خبطتين في وشها ورحت حاطيتها مكانها ساعتها هي قطعت النفس فانا جريت على القوضة بتاعتها اللي في الوش ده نص اعتراف لنا ان نتخيل تلك الوقعة ولنا ان نتخيل هذا الاسرار على القتل باداة واخرى وضربة واخرى والتالية والتالتة وربعة ولا نتخيل يظل وقفا الى ان نتأكد ان كله خرج بالمنزل كله راح يصلي الجمعة والادانة التانية لنا ان نتخيل تلك البشعة فهذه الجريمة يشييولها الولدان هذه الجريمة كلنا واعتقد ان كل المجتمع يتعاطف ويقف ويوازر هؤلاء المدعين الحق المدني هم ورسة المتوفية رحمة نولها رغبة في شيء واحد تحقيق قاية الله في الكون وهو ما ورد في كتابنا العزيز ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون مع المستشار يعني ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب أهل المجن عليها حتى الآن لم يتلقوا عزاء والدتهم ومتاظرين قرار المحكامة العادلة بالقصاص بحق الإعدام حتى يعني تطمئن أرواحهم كلمنا فانتم الحقيقة أنه أهل ورسة المتوفية إلى رحمة المجن عليها كلهم ثقة ونحن مدعين بحق المدني ومحاموهم كلنا ثقة في عدل الخضاء كلنا ثقة إن شاء الله إن هذه الجريمة بهذه البشاعة ثم إنه كمان علاوة على أن هناك صبق صوت رأسه تلت تلك الجناية تلت تلك جريمة أخرى في جامعة الصارقة وتأهى في جامعة الصارقة التي تصل هذه الأقوبة بهذه الظروف إلى أقوبة الأعدام فإحنا كل ما نصبه إليه إحنا الناس مسلمة بأمر الله الناس وثقة في القضاء الناس لكن ده دم زهق القصاص هو الحل حتى تطفق النار التي في خلوبهم والتي نس عليها جميعا هو حق أقصى أقوبة في هذه الواقعة وهو الأعدام والاعتراف وساد الأدلة وقال اعتراف المتهم بجريمته فالناس منتظر حكم القضايا العدل وما عندهاش مشكلة ومنتظرة وبنحضر كل جلسة وإحنا بنحضر كل جلسة معاهم ومشين في خطواتنا القانونية لأننا مؤمنين أن المجتمع مضحضر يأخذ كلهم يأخذ حقه بالقانون كيف يقال بأن هذه القضية أو كيف كانت أقواله أنه يقول أنه رايح علشان أنه أسع وأنه رايح في توقيت صلاة الجمعة علشان ما يكونش في حد في البيت مستخدما أسلحة بيضاء لجريمة القتل إحنا شايفين الخطوات اللي هتبقى يا فندم إيه في الجلسة الثانية المقبلة لا هو يقول لي يا فندم هو عايزه هو يقول لي هو عايزه لكنه قد يعني بدرت في نفسه نية إزهاق الروح لأنه الطبيعي أنه أنا هروح في مكان حد يعرفني فيه فالطبيعي أنه لا يمكن أن تحقق تلك الجريمة إلا بالقتل أنه أنا هدخل منزل مسكون بالطريقة دي وناس عرفاني وناس جيراني فلا يمكن أن تحقق تلك الجريمة إلا بالقتل وقد اعترفها بالقتل الجلسة القادمة المحامي المنتهم وله حقه وما احترامنا الكامل طلبة للطلاع والاستعداد من الممكن أن يتم الفصل فيها والمرافعة ومن قد يكون هناك طلوات أيضا الطلبات معروضة على المحكام المقرأة لكننا بالنسبة لنا متنم حق المدني جاهزين الفصل قدمنا مذكرة أيضا لنا بعض الطلبات وفي بعض الأمور القانونية قدمناها الجلسة السابقة وجاهزين الفصل ونتمنى القصاص وسرعة العدالة للعدالة النجزة بنطلب العدالة النجزة لأن الواقع دي فندم من يوم 4-8-2023 يعني داخلين على 8 شهور فلابد أنه نطلب العدالة النجزة وكلنا ثقة ثقة تامة مئة بالمئة في القضاء الجنائي المصري العادل الرجين الحكيم الذي يؤمن أنه دائما وأبدا من قتل يقتل وهذه أوراق وقد اعترف المتهم وقد قدم اعترافه على طبق من ذهب لأن القصص هنا ربنا سبحانه وتعالى لما يكون في قصص حياة حياة لأنه بدون القصص هيبقى في عواقب وخيمة ربما تحدث سواء واحد اثنين ثلاثة بين العائلتين كلنا في المجتمع وبنعرف إذا كان الطرف ما خادش حقه بالقانون ممكن يحدث أي شيء لكن احنا بنقول احنا مطمئنين لحكم المحكمة الموقرة وبإذن الله بإذن الله نار ورصة المجنة عليها سنطفق بحكم الاعدام لأنه كلنا بنطلب الاعدام والمجتمع والرأي العام في المجتمع الإسماعلاوي خاصة مركز التالي الكبير بيطلب الاعدام لأنه ده أمر جلل وأمر حدثة قتل عمد ومعساقه الرصر ترصدها بجريمة السرقة ووقت الصلاة واعترف وإصرار ودرصد وكل الأمور وكل الظواهر وكل الملابسات وكل الطرق اللي أثبتها المتهم في اعترافه والطريقة اللي استخدمها وإصراره بأداة واثنين وتلاتة ولسه نفعش نفس فقررت اقتل واواواوا إلى آخره بيثبت أن هذه الواقعة قد بلغت بنبشاعة بمكان أنها لابد وإذن الله أن يصدر بإذن الله نطلب ونلكمس من عدل المحكمة وفايد رحمة المحكمة وعدلها القضاء بأقصى عقوبة على هذا المتهم وهي عقوبة الإعدام يعني معانو سشاري احنا طبعا كل الاحترام والتقدير لشخص ما عليك الموقر لكن مثل هذه الجرائب التي تكاثرت في المجتمع المثل وبالتحديد في محافظة الإسماعيلية شايفين العقوبات التي تتطرد لا أريد أن أقول بالحافظة الإسماعيلية الجريمة موجودة من يوم البشرية يوم أن قتل قبيل هابيل فالإسماعيلية مثل هذه المحافظة فيها نسبة جريمة وفيها طبعا إسماعيلية بللد يعني عندنا الجيش التاني وعندنا القناة السويس وعندنا نمازك مشارفة كثيرة لكن طبيعة عامل حالتك بتاني للأحداث اللي هي فيها الجرائم وأنا طبيعتك كمحامي لكن مش معنى كده أن لا عندنا إسماعيلية أنا كان سؤالي أن مجموعة الشباب اللي بيتطرقوا لمثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم أين مواد النصوص القانونية التي تنص على الإعدام لمثل هذه لا أول قانون إفندم واضح قانون رادع قانون لديه من النصوص ما يعاقب به مثل هؤلاء المجرمين القانون به نصوص كاملة ولكن الجريمة لا يمكن أن يمنع النص الجريمة يعني النصوص القانون موجودة لأمان وأبدا هي ممكن تخفف الجريمة لكن الجريمة موجودة إلى أن يرسى الله الأرض ومن عليها ولكن الجريمة العقومة موجودة علشان الذي يرتكب جريمة القانون موجودة علشان يعاقب والسجون موجودة علشان يتحبس فيها ما هو هنا بقى غاية القانون له غايتين وهدفين وهما الردع الخاص هو أن يكون المجرم أن يأخذ كل مجرم عقابه ده تردع يعني يخاف ويأخذ عقوبته ويتزجر ويتم الردع الخاص به هو ويعاقب ثم أنه الغاية الثانية وهي الردع العام إلى المجتمع بقى يبقى كل واحد عارف اللي يرتكب اللي هيقتل بالبشاعة دي هواقب بالعدام أما أنه لو القانون بقى أهل اللي يقتل ياخد خمس سنين ولا ياخد مؤبر حتى بس الجريمة هتنتشر لكن تصل الأعدام خصوصاً بقى لما يكون معترف علشان يعني كل واحد يتردع ويتم الردع العام يبقى إذن غايتين المشرع والقانون والردع الخاص والردع العام يعني احنا طبعاً بنشكر حضرتك للتوضيح وكل التقدير والاحترام طبعاً لحضرتك شكراً في هذه القضية ولكن مشاهدنا ومتابعيننا عبر شاشة تلفزيون بصراحة مثل هذه الجرائم التي ازدادت في الأوينة الأخيرة لمعظم يعني الشباب لابد مطالبين هيئة القضاء ومطالبين كميع هذه العقوبات بأن تصل إلى حد الاعدام لسنا فضل فضل مع السؤال شكراً أولاً باشكم موقع بصراحة في التقطيع العالمية وإحنا متابعين مع حضراتكم إن شاء الله الجلسة القادمة يوم ٢٢ ٢٤ ٢ ٢٢ ٢٢ ومنتظرين حضراتكم تيجوا الجلسة وضغطوا الأحداث وإحنا مع حضراتكم وكلنا ثقة دايماً بأكد في النهاية ثقتنا الكاملة في عدل وفي عدل وأن المحكمة الموقرة والقضاء المصر العادل اللي دايماً بيقول أن مصر رغم كل الظروف اللي مارينا بيها في ٢٠١١ و ٢٠١٣ وبعض الإنفلات الأمني إلا أن القضاء المصر ظل شامخاً برجاله عادلاً بأحكامه سابتاً بمواقفه يبقى القضاء المصر دايماً احنا بنصق فيه وإحنا متابعين وبنصق أيضاً فيه الصحافة المصرية المحترمة وموقع بصراحة المحترمة وفي تواصل المستمرة مع حضرتكم متشكيني سمحمد أبا عزيز على التغطية المحترمة ديت ومع حضرتكم في أي حاجة تحتأمركم إن شاء الله مع المصر يعني حرم الأهل من حنان الأم وفي مثل هذه الأيام المباركة وشهر رمضان المبارك صبر الله أهل المتوفى وأهل الفقيدة ورحم الله جميع الأمهات وجميع موتى المسلمين وربط على قلوبهم جميعاً بالصبر كل عام وأنتم بخير كان معكم محمد عبد العزيز من مكتب الأستاذ أحمد الجويش محامي المجني عليها وكل عام وأنتم بخير من هنا منا محافظة الإسماعيلية بنشكركم مشاهديننا ومتابعيننا عبر شاشة التلفزيون بصراحة شكراً لكم شكراً لكم